لا قادرين ناكل لا قادرين ندفع أعجار لا قادرين نعيش يعني موتونا نحن عينينا مفتحة عيب بلد ما في بلد هيك بهالشكل لا نحن عيشين بالزل هي صرخة تتكرر مع بداية كل شهر يعيش خلالها اللبنانيون على أعصابهم جراء الخلاف اللامتناهي بين أصحاب المولدات الكهربائية والوزارات اللبنانية المعنية ومع دخول هذا الشهر أسبوعه الأول فصل جديد من فصول الخلاف بين الجانبين طفت على سطح التسعيرة كمقدمة لتركيب العدادات فبعد إصدار وزارة الطاقة التسعيرة الشهرية أعلن أصحاب المولدات اعتراضهم نحن لليوم واللي هي كل سنة نحن بنوصل لها المرحلة اللي هو تقصير الدولة من أول مال بشكل كتير كبير واللي هي عدد القطع الساعات الزيادة إذا عدد الساعات قطعك 400 ساعة والميزوت بـ 20 ألف مجبورة التسعيرة اللي طلعته نضرب بعدد ساعات القطع موضوع العداد نحن ما عم نقول نحن ضد العداد نحن مستعدين نمشي بالبد الدنيان كام بالدولة ولا المواطن إذا هالموضوع بريح المواطن بس موضوع العداد رح يطلع نقمي عند المواطن بالآخر رح يطفى حقه كتير غالي بين أصحاب المولدات والوزارات المعنية علق اللبنانيون الذين يتساءلون عن خطط الدولة بأجهزتها لتأمين التيار الكهربائي وبالتالي إنهاء الأزمة من جدورها بنلغي وزارة الطاقة ونخلق وزارة للموالدات أشرفنا الدولة ما قلت دور بالشي بها البلد أبدا للأسف يعني رح على الشعب المعطر في عنا نحن بيتان في عنا بيت بجبل وبيت البيروت بجبل بيأخذوا مننا على العداد بيطلع ممكن بالشهر شي خمسين أو تلاتين ألف البيروت بيطلع شي مية وخمسين ميتان يعني انت شايف انه له حق صاحب الموالدات انه يغلي ايه بتوقع ايه كمان لش نحن نحن نحط الحق على صاحب المولدات ما الحكومي شعب تعمل نايمة يجيبون لنا الكهرباء 24 ساعة وين الوعودات 24 على 24 بس هن بيقصدوا عتم وبانتظار الحلول الموعودة لأزمة الكهرباء من المقرر عقد اجتماع ثلاثين يوم الثلاثاء بين ممثلين عن وزارات الاقتصاد الداخلية والبلديات والطاقة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف